برايم عادل طبعا بعد تقلقه مع منتخب مصر في الأولمبيات خطف عيون كثير من الكشافين في أوروبا اللي بيتابعوا اللاعب عرفنا في رقم عشرة أن مباراة منتخب مصر براجوي الشهد التواجد أحد كشافي نادي أو نادياي لانس وأولمبيك مارسيليا كانوا بيتابعوا اللاعب بيفرجوا عليه فيه اهتمام من كثير من فرق الدولة الفرنسية وأيضا الدنماركية وأيضا البلجيكية وفيه اهتمام من نادي إنجليزي أيضا لإبراهيم عادل كل ده لم يرتقي بعد العروض رسمية لم يرتقي بعد العروض رسمية بس أنا هو وإنت هو إبراهيم عادل هيحترف هيحترف بعد أولمبياد هذا الكواليتي ده كواليتي لعب عالمي هتقول لي يعني إيه؟ يعني إيه؟ في أوروبا يحبوا إيه؟ يحبوا اللعب القوي يحبوا اللعب السريع يحبوا اللعب المهاري يحبوا اللعب اللي بيعرف يسجل يحبوا اللعب اللي بيعرف يشوت كل ده بيعرف يعملوا إبراهيم عادل فما عندوش حاجة نقصة إنه يطلع بره بالمناسبة إبراهيم عادل 23 سرق ده سن كبير على الاحتراف في أوروبا بس يعني ينفع يعدي مش كبير قوي ينفع يعدي لو سألتني على الرأي إبراهيم من 3 سنين كان المفهود يبقى في أوروبا من 3 سنين بس اللي حصل حصل اللي حصل حصل ماشي حتى الآن برامدز أكيد عايز يستفيد من إبراهيم عادل أكبر استفادة ممكنة وعايز أكبر رقم حسم المعلومات اللي عندنا إنه مبدئين كده برامدز بيتكلم في 6 مليون دولار هتقول لي إبراهيم عادل رقم تقول لك آه هالآن ده في أوروبا ممكن تدفع الرقم ده اللي نادي في مصر الله أعلم خلينا نشوف ما عرفش يستحق آه يستحق طبعا بس يدفع مباشرة اللي نادي ما عرفش خلينا نشوف مهم السيبوه يطلع يعني لازم يطلع بس طبعا نازم النادي يستفيد ولازم اللعب يستفيد كل التفاصيل مش برضو مش بحبه للنوعية اللي بتاعت إيه روح على برامدز بقول لهم إزاي من السيبين إبراهيم عادل يطلع يحترف يعني أما هو حر وهو بيقيم اللعب بتاعه برقم معين وعايز الرقم ده فإن شاء الله تتقابل الأمور كلها ويطلع برامدز عادل يشرفنا في أوروبا بإذن الله